وفق مجلس إدارة الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية على تجديد الثقة وتجديد تعيين الدكتور حسام عبد محمد أبو ساطي كمدير تنفيذي للهيئة لمدة عام ثاني وأكد رئيس الهيئة الدكتور أشرف إسماعيل خلال اجتماع مجلس إدارة الهيئة بمقارها الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة أن استكمال الهيكل التنظيمي للهيئة يسير وفقا للخطة الموضوعة وأنه يعد خطوة أساسية لاستكمال المهمة الأساسية التي أنشئت من أجلها